بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على المبعوذ رحمة العالمين وعلى آله وصاحبه أجمعين اليوم بالنسبة لي يوم فرح صراحة بأن أمنى لأخواننا البدون ولو إنه قليل في نظري ولكن أن ننجز قانون التجنيس بتعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية وهذه الحملة التي تبنيتها وبدعم من أخواني سواء في السلطة التشريعية أو التنفيذية التي حملت إقرار القوانين التوافقية ما بين السلطتين في الأمس القريب قررنا أربع أو خمس قوانين واليوم في مداولة أولى قانون وقانون التجنيس في مداولتين ولا يفوتني أشكر النائب رئيس مجلس الزراء ووزير الداخلية الذي كان له دور فعال في إقرار القانون في مداولتين وكذلك اللجلة الداخلية والدفاع الأخ الرئيس وعضاء اللجنة وعضاء المكتب الذين لهم بصمات في إقرار هذا القانون وكذلك التعاون اليوم كان واضح لإقرار وأسعاد أخواننا نبدون والآن الكرة في ملعب السلطة التنفيذية للاستعجال بيعطاء كل ذي حق الحق هذه المشكلة نعاني منها من أكثر من سنوات من 65 إلى حد لها من نظام التجنيسي لأيومنا هذا لذلك أنا كنت مقرر لجنة البدون في مجلس 2012 وجاءنا صالح الفضال رئيس اللجنة وأقر هناك فئة رقم ألف تتجاوز 34 ألف مستحقين من جميع النواهم الآن لا يطلع أن حد الآن يقول لا والله في قيود أمنية قيود استشعار قيود يجب أن تسير العجلة في تجنيس إخواننا المستحقين ولا يخف على الجميع هذا التجنيس راح يكون لها أثر كبير سواء اقتصادي اجتماعي نفسي حتى في صورة الكويت في المحافل الدولية أبارك للجميع إقرار هذا القانون وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون القوانين القادمة على هذا النحو ما بين التوافق وما بين السلطتين وجزاكم الله خير